أيضا نرصد الآن معارمة أبو حمزية المواقف الأمريكية الرسمية عقب أغتيال حسن نصر الله وكيف تراقب واشنطن الأوضاع يعني بطبيعة الحال واشنطن تراقب ما يحدث في المنطقة عن كثب كما سمعنا من عدد من المسؤولين الأمريكيين ولكن اللافت حتى هذه اللحظة نعم اليوم السبت ولكن حتى هذه اللحظة لم يخرج رد من الإدارة الأمريكية على تأكيد لبنان على اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تصريحات من قبل لا البيت الأبيض ولا الخارجية الأمريكية بشأن هذه التطورات ولكن بكل الأحوال وكما نقلت وسائل الإعلام أمريكية مختلفة عن مسؤولين أمريكيين هناك إحباط واضح لدى الإدارة الأمريكية بأن نتنياهو ذاهب إلى التصعيد وبأنه رفض حتى هذه اللحظة كل المحاولات الأمريكية والجهود الأمريكية لتثبيت أو لبدء وقف لإطلاق النار الآن في لبنان وقبل ذلك في غزة بوليتيكو نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي شعر أن نتنياهو وجه له إهانة ولوزير خارجيته كذلك عندما تحدث في السر عن أنه يوافق أو على الأقل بأنه سينظر في مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان وبعد ذلك عندما خرج هذا المقترح من قبل الإدارة الأمريكية وحلفاء الإدارة الأمريكية رفضه نتنياهو بشكل علني هذا الإحباط المتزايد لدى الإدارة الأمريكية يقول مراقبون أنه أبعد الإدارة الأمريكية عن الاتخاذ ما يجري في المنطقة على محمل الجد أو على الأقل أن يكون لها دور أكبر في هذه التطورات المتلاحقة في الشرق الأوسط خاصة وأن مرة أخرى نتنياهو يريد أن يذهب بهذا التصعيد إلى أبعد مدى وحتى هذه اللحظة فشلت الإدارة الأمريكية في احتواء هذه الأزمة أو في ثاني نتنياهو عن الذهاب إلى التصعيد بهذه الطريقة أيضا المحللون في واشنطن يرون أن لإغتيال حسن نصر الله أمين عام الحزب سيكون هناك تبعات وتداعيات كبيرة ليس فقط على لبنان وعلى الحرب على غزة ولكن أيضا على المنطقة برمتها بل ذهب بعض المحللين يقولون أن هناك تبعات ستكون على العالم بشكل عام اغتيال شخصية مثل نصر الله لن تذهب أو لن يكون تأثيرها كما حصل مع عمليات الاغتيال السابقة التي قامت بها إسرائيل سواء في طهران أو في لبنان أو في غزة